بفكرة تهدف لإنشاء نظام تعليمي جديد يعتمد على مبدأ التفاعل مع الحقائق العلمية بتطبيقها على أرض الواقع يقيم استوديو العلوم في مدينة رمالة فعاليات تعليمية على مدار العام محورها في هذا الشهر يدور حول الزراعة بطرق بديلة إلى التفاصيل من مجرد فكرة قد تجول في خاطر طفل أخذه حب الفضول والتعلم إلى تطبيق عملي على أرض الواقع هنا تستطيع لمس الحقائق بيدك تلك الحقائق المكتوبة في سطور الكتب يراها الطلبة هنا بمساحة وفرت لهم نظاما تعليميا تفاعلي استوديو العلوم واحة للمعرفة والابتكار في فلسطين نتاج دراسة لأكثر من خمسة سنوات بهدف تقوية وتعزيز مفهوم التعليم الغير رسمي أي خارج النظام التعليمي التقليدي المتعارف عليه والذي يميزه أنه تعليم مستمر مدى الحياة كل ابتكار تجده هنا صنع بأياد مرتديل استوديو بمجرد فكرة أولى على الورق إلى تطبيق أول نسخة تجريبية منه ومن ثم مرحلة التطوير المستمر على الابتكار كل هذه الوسائل التعليمية يوفرها استوديو العلوم بنظامه التعليمي الاستوديو بتكمن من ثلاث مساحات رئيسية عندنا ورشة اللي بنصنع فيها المعروضات العلمية لأنه عندنا البرنامج أصلا قائم في لبه على تصنيع المعروضات العلمية المعروضات هاي بتيجي أفكار مختلفة حولها بتم تصنيعها بالورشة بنعمل فيها بروتوطيب بيطلع للجمهور بيجربوه بنرجع على الورشة كمان مرة بنعاود بنصنعه ونطلعه كمان مرة فهي في عملية مستمرة من البحث حتى يتم إنتاج هاي المعروضات العلمية وهي ميزات وجود الورشة بمتناول إدينة هي ورشة خشب حديد ليزر كاتر شوية إلكترونيات مقابل الورشة فيها مساحة اللي هي فيها الكركشة اللي فيها الأدوات الأبسط اللي ممكن الجمهور يشتغل فيها يعني دريلات بسيطة يدوية الأطفال للناس اللي مائلهم شغل بالأدوات بيقدروا يستعملوها وبيقدروا عبرها يبنوا أفكارهم فهي كيف ممكن الفكرة تطلع من فكرة بالرأس لتنفيذ يدوي فبنرافقهم بهذا التصنيع بنمكنهم من أنهم يخرجوا أفكارهم من مجرد الفكرة لإشي التطبيق العملي وهذا إشي بينقصنا كتير إحنا أنه الأطفال والناس والفنانين بيخطر ببالهم أشياء لكن غياب مكان من هذا النوع بيخلي الفكرة فكرة وما بينزلها لأرض الواقع على مدار العام تستمر الأنشطة التعليمية في استوديو العلوم وتستهدف كل فئات العائلة والمدارس في المحافظات الفلسطينية غالبية الأنشطة خلال هذه الفترة تركزت على طرق الزراعة البديلة باستخدام أدوات منزلية وبتكاليفة بسيطة جدا جديد أطلقنا عنا اللي هو برنامج للجمهور عنا داخل الاستوديو هو بيجمع ما بين النتاجات تجاربنا التربوية المختلفة مع الجمهور وباتجاه أنه يبني تجارب جديدة مع الجمهور ومع شركات كمان مع ناس وأفراد مختلفين مهتمين بهذا المكان وكيف ممكن يتفاعلوا معاه فعنا برنامج منطلقه كل شهرين أطلقنا البرنامج الأول في بداية كنون الثاني وهلأ في عنا برنامج شباط عنا ببداية برنامج شباط من 2 إلى 9 شباط في عنا معروضة جديدة هي معروضة الأكوابونيكس فهي معروضة زراعة بيئية مائية مع أسماك وفي مجموعة من النشاطات كيف تعمل أكوابونيكس صغير كيف تزرع بطرق بديلة بالجرائد إعادة تدوير لأدوات نزرع فيها وأدوات نفهم فيها كيف تنتقل المياه نحن ليس جمهورنا فقط الأطفال جمهورنا أطفال عائلة جمهورنا المراهقين الشباب الصبايا العمر مفتوح عندنا ما في حدود لجيل معين داخل الستوديو لأنه نوعا ما المتفهم عليه أنه النشاطات هي للأطفال لا النشاطات هي للكبار والصغار عادة إحنا منحط جيل وفئة عمرية محبذة لكن هي مفتوحة للجميع فإقبال الناس كتير كان جيد في الأيام الماضية وبالنشاطات الماضية ونتأمل أنه يستمر واللي منتأمل منه أنه يزيد تنوع أكتر وأكتر لأنه إحنا فاتحين لكل المجتمع الفلسطين بكل أطيافه للجنسين يعني ما يفكروا أنه ورشة يعني بس ذكور ما فيش إناث بالعكس هذا المجال مفتوح فينا كطاقم ومفتوح كمان للزوار أنهم يشوفوا هذا النوع من الفرص موجودة نظام الزراعة المائية المتكامل ما يعرف بنظام الأكوابونيكس والذي يعتمد بشكل أساسي على الأسماك لإنتاج مواد عضوية للنباتات من المعروضات الأساسية والتي تتيح المجال لكل زائر للوصول لكل أجزاء النظام والقدرة على إضافة أجزاء جديدة من نباتات وأحواض مائية أخرى اللي عم بنشوفه في البلد عنا إنه بنشوف بنياتك كتير عم تطلع وشجار عم بروح فهي وسيلة لأنه كيف تخضر المدن أو الأماكن اللي فيش فيها أماكن تزرع فيها وهلا بالأخص يعني بنعرف وضعنا السياسي دائما أراديني عم بتقل فعما أنا بنحاول نستغل إنه نخلي الفرد في بيته يقدر ينتج احتياجاته من خضار أو ورقيات أو الحكي هذا يعني بتكاليف كتير 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 بسيطة في عنا فعاليات مختلفة بتشرح عن الفيزياتات النظام أو بتشرح عن النظام نفسه إيش كيف هو بيشتغل فاللي بنسوي إنه فيه واحدة من النشاطات إنه بنستخدم أوائر زريعة أو أي إشياء أنا يعني كرتين إيش يحمل المي ونخلي الزوار يستغلوا معنا إنه يزيدوا ويضيفوا على هذا النظام ستوديو العلوم والذي يعتبر نواتا لمركز تعليميا تفاعليا كبير في فلسطين في المستقبل القريب استنادا لرؤية مؤسسات عبد المحسن القطان التي تعمل في تطوير الثقافة والتربية في فلسطين والعالم العربي إذ يعتبر ستوديو العلوم إحدى أجزاء برنامج البحث والتطوير التربوي للمؤسسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر